تصعيد متزايد وخطير تشهد الحدود اللبنانية بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله وفي أحدث حلقات التصعيد أعلنت إسرائيل استهداف قائد عسكري في حزب الله والتي قالت إنه مسؤول عن إطلاق الصواريخ على مسوطنة كيريات شمونة وبحسب صحيفة يدعوت أحرنوت الإسرائيلية فإن القيادي اللبناني هو عباس الدبسة هذا وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن طائرة مصيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في مدينة النبطية جنوبي لبنان حيث أطلقت صاروخا موجها باتجاه السيارة وهو ما أدى إلى اشتعال النيران فيها وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على مواقع للحزب في جنوب لبنان رد حزب الله لم يتأخر كثيرا إذ أطلق عشرات الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه دوفيف وزيفون في الجليل الأعلى وسمع دوي انفجارات قوية بالمنطقة كما أعلن حزب الله استهدف موقع الرادار الإسرائيلي في مزار شبع اللبنانية بالمدفعية وحقق إصابات مباشرة كما أعلن أن عناصره استهدفوا مقر قيادة اللواء الشرقي التابع لفرقة الجليل في ثكنة كريات شمونة بالأسلحة المناسبة كما هاجم بالصواريخ ثكنة بيرانيت الإسرائيلية في الجليل الأعلى مؤكدا تحقق إصابات مباشرة وفي تهديد صريح على إشعال الجبهة اللبنانية قال قائد سلاح الجو الإسرائيلي تومر بر إن العشرة من طائراته التي تنتشر يوميا فوق لبنان قد تتحول إلى مئات وستكون جاهزة للعمل خلال دقائق من إطلاقها مضيفا أن الطائرات التي تعمل حاليا في سماء لبنان ليست سوى جزء من القدرات التي يمتلكها سلاح الجو وبمجرد آطاء الأمر ستصبح هذه الطائرات القادرة على تنفيذ جميع المهام خلال دقائق في الأجواء اللبنانية ترجمة نانسي قنقر